ماذا لو قام الضبع بمواجهة الزئب؟ هذا السؤال يثير فضول الكثيرين من المتابعون عالم الحيوانات المفترسة ففي هذا العالم البري يشتهر كل من الزئب والضبع بقدرته الاستثنائية على الصيد والبقاء الزئب المعروف بذكائه وتنظيمه الاجتماعي في مجموعات قوي ورشيق يذكيه والضبع الذي يتميز بفكيه القويين وقدرته على التخمل لكن من الأطوى في مواجهة مباشرة لفهم الإجابة علينا النظر في سمات كل منهما وكيفية تفاعلهما في الطبيعة الزئب هو حيوان فدي من عائلة الكلاب ويتميز بجسم قوي ورشيق ورأس كبير وأذنان مستديرتان وذيل طويل يعتبر الزئب حيوانا اجتماعيا يعيش في مجموعات تسمى المجموعات الجماعية والتي تتألف عادة من زوجين قادة وعدد من الفراد يتغذى الزئب بشكل أساسي على الحيوانات الصغيرة والكبيرة مثل الخرانب والغزلان ويمتلك حواس حدة تساعده في الصيد يتواجد الزئب في مناطق مختلفة من العالم بما في ذلك أوروبا وأسيا وشمال أمريكا وشمال إفريقيا يتفاوت حجم الزئب حسب نوعه فمن الذئاب الأكبر حجما الذئب الرمادي الأوروبي الذي يمكن أن يصل وزنه إلى حوالي 80 كيلو براما الذئب هو حيوان ثادي من فصيلة الكلابيات يتميز بقدرته العالية على الصيد والتكيف في بيئات مختلفة يعيش الذئب في مجموعات اجتماعية تسمى الجلاد تتنوع أنواع الذئب حول العالم وهو جزء مهم من النظام البيئي كمفترس رئيسي الذئب هو حيوان له عضلات قوية وفك قادر على تحطيم عظام الفريسة يمكن للذئب أن يبلغ طوله حوالي 1.5 متر ويزن ما بين 20 إلى 80 كيلو براما وتختلف حجمه باختلاف نوعه تعتمد سرعة الذئب على نوعه وظروف البيئة ويمكنه الرقد بسرعة تصل إلى 55 كيلو مترا في الساعة لفترات قصيرة الذئب هذا الحيوان الجذاب والقوي يتمتع بمميزات عديدة تجعله محورا للانتباه والإعجاب في عالم الحيوانات بداية يتميز الذئب بجسم قوي وعضلي يتراوح لون فرائه بين الرمادي والبني مما يساعده على الاندماج بسهولة في بيئتها للطبيعية بذكاء عال وتنظيم اجتماعي مميز حيث تعيش في مجموعات عائلية تعرف بالقطيع وتتفاعل بشكل متقن داخل هذه الهياكل الاجتماعية المعقدة تعتبر قدرتها على التواصل بالإشارات والأصوات من مميزاتها البارزة حيث تستخدم أصوات العواء والتنفير للتواصل مع أفرد القطيع ينتمي إلى عائلة القتميز الضبع المرقط بجسمه الممشوق والمرن مع فر فريد يزينه نمط مميز من البقع الداكنة المتعددة الألوان والإمساك بها بسرعة كما أنه يتمتع بذكاء عال وحساسية متقدمة مما يساعده على التكيف مع بيئته بسهولة بالإضافة إلى ذلك فهو حيوان وحيد القرنية وغير اجتماعي يعيش بشكل منفرد ويتحرك بحرية في مساحاته الواسعة تجمع هذه الميزات جميعا لجعل الضبع المرقط حيوانا فريدا ومثيرا يثير الإعجاب والتقدير الضبع المرقط أو هو حيوان قوي ومذهل يمكن أن يصل طوله من الأنف إلى طرف الذيل إلى حوالي 1.5 إلى 2 متر ويمكن أن يزن ما بين 35 إلى 70 كيلو جراما وتختلف الأحجام حسب الفرد والمواطن الجغرافي والانتظار للتقرب منها بشكل فعال بالنسبة للسرعة يمكن للضبع المرقط الرقد بسرعة تصل إلى حوالي من 60 إلى 70 كيلو مترا في الساعة لمسافات قصيرة مما يجعله قنصا ناهرا ومطاردا فعالا للفريسة بشكل عام يعتبر الضبع المرقط حيوانا رائعا يجمع بين القوة والذكاء والسرعة مما يجعلها واحدا من أكثر الحيونات إثرة وتحفيسا فيعالما لحياة لبريك والانتظار للتقرب منها بشكل فعال نسبة للسرعة الذئب الرمادي الذئب هو حيوان فدي ينتمي إلى عائلة الكلبيات ويعد أكبر الأعضاء البرية في هذه العائلة يتراوح طول جسم الذئب بين 105 و160 سم بينما يتراوح طول ذيله بين 30 و50 سم يمكن أن يتراوح ارتفاع الذئب عند الكتفين بين 60 و90 سم يتراوح وزن الذئب عادة بين 20 و70 كيلو جراما وقد يصل وزن بعض الأفراد الكبيرة إلى 80 كيلو جراما يمتاز الذئب بجسم نحيل وعضلي وأرجل طويلة تساعده في الرقب السريع والمطاردة يغطي جسم الذئب فرع كثيف يتغير لونه حسب الفصول والمناطق الجغرافية حجم الضبع يختلف بناء على النوع والعمر والجنس ولكن بشكل العام يمكن وصف الأبعاد كالتالي واحد طول الجسم من الرأس إلى الذيل يتراوح بين 95 و165 سم اثنان طول الذيل يمكن أن يكون بين 30 و40 سم ثلاثة ارتفاع الضبع عند الكتف يتراوح بين 70 و90 سم أربع وزن الضبع البالغ يمكن أن يتراوح بين 45 و90 كيلو جراما خمس جسم الضبع قوي البنية وعضلي ست الأرجل طويلة نسبيا منا يمنحها القدرة على الرقب لمسافات طويلة سبع الرأس كبير وفقوق قوية مع أسنان حدة قادرة على تكسير العظام ثماني الأذنين كبيرتين ومستديرتين تساعدها في تحديد المواقع الفريسة والأصوات قوة عضة الضبع من بين الأقوى في مملكة الحيوانات تتميز الضبع بفقوق قوية جدا مصممة لتحطيم العظام يصل ضغط عيطها إلى حوالي 1100 رطل لكل بوسة مربع تعتبر هذه القوة أكبر بكثير من قوة عضة معظم الحيوانات المفترسة الأخرى تمكنها هذه القوة من تناول كل أجزاء الفريسة بما في ذلك العظام تعتمد الضبع على هذه القدرة لتحصيل المغذيات المخزنة في العظام تساهم قوة الفك أيضا في دفاعها عن نفسها ضد المنافسين تساعدها هذه العضة القوية في تكسير العظام الكاديرة والصغيرة على حد سواء تتمتع الذئاب بعضة قوية تمكنها من الإمساك بالفريسة بقوة وتفديتها تصل قوة عضة الذئب إلى حوالي من 400 إلى 500 رطل لكل بوسة مربع تساعد قوة عضة الذئب في تمزيق اللحم والعظام بسهولتك تستخدم الذئاب عضتها القوية للدفع عن نفسها وأفراد القطيع تعز عضتنا للذئب القوية قدرتها عليها لمنافس مع الحيوانات المفترسة الأخرى تعتمد الذئاب على عضتها القوية فيا للصيد والبقاء علي قيدا لحيا فيا بيئات قسية تعكس قوة عضتنا الذئب تكيفها مع حيال للصيد والافترس تمكن العضة القوية للذئاب من صيد فرائس أكبر وأكثر قوة معلومات عن سرعة الضبع سرعة الضبع سرعة قصوى تبلغ سرعة الضبع القصوى 65 كيلو مترا في الساعة نجمة السرعة المستدامة يستطيع الضبع الرقض بسرعة 50 كيلو مترا في الساعة معلومات عن سرعة الضبع سرعة الضبع سرعة قصوى تبلغ سرعة الضبع القصوى 65 كيلو مترا في الساعة السرعة المستدامة يستطيع الضبع الرقض بسرعة 50 كيلو مترا في الساعة لمسافات طويلة بالطبع يتمتع الضبع بفكاء مذهل يمتد إلى عدة جوانب من حياته على سبيل المثال تتفوق الضبع في التواصل الاجتماعي حيث تعمل بفعالية ضن مجموعات اجتماعية متكاملة تسمح لها بالتنسيق والتعاون في الصيد والدفاع عن الموارد الخارجية يعكس ذلك مدى التطور والتكيف الذي تتمتع به الذئاب ككائنات اجتماعية ذكية وقادرة بالطبع إليك بعض المعلومات الإضافية حول الضبع التوزيع الجغرافي تتواجد الضباع في معظم أنحاء العالم باستثناء المناطق القطبية وبعض الجزر النائية يعيش الضباع في مجموعات يبدو أن النتيجة واضحة تهب الرياح ناحية الضبع وتعلن أنه المنتصر في هذا القتال حيث سيفوز بنسبة 60% هذا ما يدل على قوته الكبيرة وإمكاناته العالية في مواجهة خصومه بالمقابل الذئب الذي تبلغ فرصته 40% لا يزال يمتلك شجاعة وإصرار لا يستهان بهما لا تستسلم أبدا فالإرادة والتصميم قد يقلبان الموازين قد تكون الأرقام لصالح الضبع لكن الذئب دائما ما يظهر قدرة ثائقة على الصمود والتحدي في نهاية المطاف العبرة ليست فقط بالأرقام ولكن بالعزيمة والقوة الدافلية التي يمكن أن تغير مجرى الأحداث في نهاية المطاف تظل المواجهة بين الضبع والذئب تجسيدا للصراع الأزلي بين القوة والإصرار رغم أن الأرقام قد ترجح كفة الضبع إلا أن الذئب لا يزال يملك فرصة لإثبات شجاعته وقدرته على التحدي العبرة ليست دائما بما تقوله التوقعات بل بما يظهره كل خصم من مرونة وقوة داخلية في لحظات الحسن سواء كان الفوز من مصيب الضبع أو الذئب تبقى هذه المواجهة درسا في العزيمة والصمود وتجسيدا لروح البقاء في عالم الطبيعة القاسي شكرا لكم على متابعتكم وشغفكم نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المواجهة المثيرة بين الضبع وذئب تذكروا أن العبرة ليست دائما في النتيجة النهائية بل في الروح القتالية والعزيمة التي تظهرها الكائنات حتى اللقاء القادم نتمنى لكم أوقات مليئة بالتشويق والإثارة كونوا على موعد مع مغامرات جديدة وحكايات أخرى من عالم الطبيعة الرائع وداعا وإلى اللقاء